اهلا بكم الى موجز اخبار الان قال مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستيفان ديمسورة ان جميع الوفود ستشارك في جينيف ستة المقبلة واكد ديمسورة ان جولة جينيف المقبلة ستركز على القضايا السياسية والانسانية مشيرا الى انها ستكون مختلفة في حين لوحت الهيئة العليا للمفاوضات سوريا بتعليق مشاركتها في مباحثات جينيف المقبلة جراء جرائم نظام الاسد وسياسة التهجير القصري التي يتبعها في دمشق وريفها افادت مصادر اعلامية بسقوط العشرات بين قتيل وجريح في قصف جوي على البوكمال في دير الزور السورية من جانب اخر تحدثت مصادر محلية عن دخول قوات امريكية وبريطانية من معبر التنف الى منطقة حميمية شرق تدمر لبدء عملية باتجاه البوكمال اقتحمت القوات العراقية المشتركة احياء تقع شمال مدينة الموصل هي احياء العريبي والرفاعي والاقتصاديين اخر معاقل داعش واخطرها في ثاني اكبر مدينة في العراق بعد العاصمة بغداد واقدمت الشرطة الاتحادية على تفجير اربعين سيارة مفخخة تابعة لتنظيم داعش وقتلت مئة وثلاثة وسبعين من مقاتليه في حين فر ستون اخرون مع عائلاتهم وسط حالة من التخبط وفق ما افاد قائد في الشرطة اعلن سفير الارغوي البيوروسيلي الذي تترأس بلاده مجلس الامل شهر مايو ان المجلس سيعقد جلسة طارئة في 16 من مايو بشأن تجربة كوريا الشمالية الاخيرة لصاروخ بلستي وكانت كوريا الشمالية اجرت تجربة بقذيفة صاروخية رجح الخبراء ان تكون صاروخا باليستيا بالقرب من مدينة كوسون على ساحل الغربي من البلاد انطلقت في العاصمة الاماراتية ابو ضابي اليوم فعاليات المؤتمر الدولي لتجريم الارهاب الالكتروني من اجل التوصل الى تعاون دولي ووضع آليات ونظم وتشريعات جديدة لمواجهة هذا الخطر ويهدف المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين لتطوير العمل الدولي للتعامل مع هذا الخطر ومكافحته عطل الفيروس الالكتروني وانا كراي بعض اجهزة الحاسوب في شركات اسيوية بينما يسود الحذر من تأثير اكبر قد يحدثه الفيروس مع فتح مزيد من الموظفين حواسيبهم الخاصة وفتح بريدهم الالكتروني في الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم ابلغت انظمة الخدمات الحكومية عن بعض الاعطال لتيجة الهجوم الالكتروني لكنها كانت بشكل اقل مما كان متوقعا وفق ما افاد به خبراء في امن الانترنت نهاية الموجز الى اللقاء